إلى ذلك أكد القيادي في حركة فتح مونير الجاغوب أهمية المبادرة السياسية المصرية لوقف العدوان وإغاثة المواطنين في غزة وقال إن إسرائيل تضغط باتجاه الدخول إلى رفح الفلسطينية وسيطرة عليها لإكمل خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في غزة وتحقيق أهدف الحرب والتي أعلن عنها وهي إعادة السيطرة على قطاع غزة من جنب آخر أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري جمال نزال أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة مشيرا إلى أن الهجوم على رفح الفلسطينية لا يمكن تخيل عواقبه